تقوية الأسطول التجارية تطوير القدرات اللوجستية للدولة المصرية استعادة قوات الأسطول التجارية المصرية كان خطوة ضرورية وركزة أساسية لاستكمال مسيرة التنمية التي بدأها الرئيس عبدالفتاح السيسي والتي قامت على أكثر من محورنا تطوير الموانئ البحرية لزيادة الطاقة الاستعابية إلى 400 مليون طن بضائعة بزيادة 116% مقارنة بالطاقة الحالية البالغة 185 مليون طن زيادة الطاقة الاستعابية للحاوية المكافئة لتصل إلى 40 مليون حاوية مكافئة بنسبة زيادة 233% مقارنة بالطاقة الحالية البالغة 12 مليون حاوية مكافئة زيادة أطوال الأرصفة لتصل إلى 90 كيلو متراً بنسبة زيادة تصل إلى 131% وأعماق تصل إلى 18 متراً لاستقبال السفن العملاقة إنشاء مناطق لوجستية في ظاهر الموانئ البحرية وبالمناطق الصناعية ومناطق الإنتاج الزراعية وربطها بالموانئي بنظام النقل المتعدد الوسائط دعم الأسطول التجاري البحري المصرية إذ بلغ عدد إجمالي سفن الأسطول عن عام 2022 حوالي 118 صفينة بإجمالي حمولة 957 طن